موسيقى صباح الخير عليكم مشاهدين الكرام في كل مكان براحب بيكم حلقة جديدة من صباحك مصري كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وبلدنا وكل أهلنا وأحبابنا في كل مكان بقى الفي خير يا رب أيام وبيحل علينا عيد الفطر وطبعاً هيكون مع العيد أجازة ممكن نعتبرها طويلة للناس اللي ما بتاخدش أجازات أو أجازة عادية للناس اللي هي معتادة على الأجازات أجازة في أوقات بتبقى كلمة السر للتخلص من ضغوطات الحياة وتجديد النشاط الذهني كمان شحن الطاقة وكسر الروتين اليومي لاستقناف الحياة بإيجابية من جديد النهاردة هنتكلم على إزاي ممكن نستمتع بالأجازة الطويلة ونستعيد نشاطنا مرة تانية طبعاً عشان نرجع أقوى لشغلنا وحياتنا الطبيعية هنعرف كل ده من خلال ضيفنا الدكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية المشارية طبعاً اللي منهورنا ومشرفنا مهاردة أهلا بيك يا دكتور رقفة صلاح شكراً طيب وعيد سعيد عليك وعلى كل موصل إن شاء الله اللهم أمين يا رب الأجازات فيه ناس كتير بتشتاء للأجازات وبمجرد ما الواحد ياخد يوم والتاني يقول لا أنا زيت عايزة أرجع شغلي فأحياناً أنت بتبقى حطار في الناس اللي بيقول نفسي في أجازة ياخد أجازة يقول عايزة أرجع شغلي هل الشخص ده ما بيستغلش أجازته لاستغلال الأمثل ولا عنده مشكلة طيب أحسنين يتكلم على فكرة المسطرة نفسها نحن بناخد البناء أدمين لما نحطهم على المسطرة هلاقي ناس أقصى اليسار وناس أقصى اليمين وناس في النص ناس أقصى اليسار اللي هم الناس اللي بيحبوا دايماً الكسل والنوم والأجازات واحنا يعني كل يومين تلاتة عايزين ناخد أجازة ودول طبعاً بنعتبرهم في أي مجتمع سبب يعني عدم نجاح المجتمع ناخد النقيد الناحية التانية وده خطر شوية بنسميهم وورك أهوليك والاسم نفسه جاي من وورك ألكوهوليك يعني اللي هما مدمن العمل اللي هو ممكن يقولك أنا ممكن أشتغل سنتين ثلاثة أربعة من غير ما أخد أجازة لا ده مطلوب ولا الناحية التانية مطلوب لأنه الكسلان وطوله النور عايز ينام ويقعد على الأهوة ده طبعاً ممكن يكون سبب فشل لأسرته والبلده واللي بيشتغل بشكل عنيف جداً ويوصل لمرحلة أنه هو مدمن للعمل هيجي في لحظة هيقع ولو وقع مش هيقدر يكمل تاني فاحنا دايماً بنتكلم على أنه الشخص اللي في النص هو ده اللي احنا محتاجينه لأنه ده الشخص اللي يقدر يكون بشكل أو بآخر منتج لبلده اللي هو بيشتغل لكن النفس البشرية المحتاجة بين الحين والآخر كلمة اللي احنا بنقولها بقى holiday وهقول ليه تسمت كده vacation distress recharge يعني الأربع كلمات ده مهمين جداً كلمة holiday اللي هو كلمة أجازة بالإنجلش معناها holy يعني مقدس وday يعني يوم اليوم المقدس لأن هي زمان ارتبطت في اللغة الإنجليزية القديمة بالأعياد الدينية فالأعياد الدينية بيسموها أيام مقدسة والأعياد الدينية عادة بتبقى أعياد مصحوبة بأجازة فاتخذ اللفظ ده وبقى بيشين نشير به للأجازات holiday طيب كلمة vacation كلمة vacation برضو هي معناها أجازة كلمة vacant يعني فاضي حتى الوظيفة لما تيجي يقولك مثلا أنا مقدم هو فيه vacancy عندكم يعني فيه وظيفة خالية عندكم فكلمة vacation جاء من كلمة vacant يعني empty يعني فاضي يعني أنت بتعمل نوع من اللي بنسميها كده التنفيس كلمة distress يعني أشيل الضغط النفسي كلمة recharge يعني عندي بطارية وبقى أعيد شحن البطارية كل الكلمات دي توصل المعنى اللي احنا عايزين نقوله لفايدة وأهمية الأجازة يعني تخيل أنه باراك أوباما وهو رئيس جمهورية جي في أحد الخطب بتاعته اتكلم على حاجة إزاي احنا نستغل بعض الأيام الأجازات إن احنا نقلل بيها معدل الكورتيزول فيه عند الشباب عندنا شوفوا بيفكر إزاي أنا عايز أزود انتاجية الدولة والعنصر الأساسي في الدولة هو الشباب وعشان أزود هذه الانتاجية أنا مفروض أقلل الهرمون المسؤول عن الضغط النفسي اللي هو الكورتيزول وعشان أقدر أعمل كده أنا محتاج بشكل أو بآخر إنه أنا أزود التوعية بتاعت الناس على أهمية الأجازات يعني خلي بالك من حاجة صغيرة لما تقارن الأمريكان بالأوروبيين الأجازات المدفوعة عند الأوروبيين أكتر من المدفوعة عند الأمريكان دي فرقة معهم؟ فرقة معهم في الانتاجية بتاعتهم يعني الأمريكان بيشتغلوا عدد ساعة أكتر من الأوروبيين في حين انتاجية الأوروبيين أكتر من انتاجية الأمريكان ليه؟ الأوروبيين بيعشقوا فكرة وأهمية إنك أنت بشكل أو بآخر تاخد أجازة عايز أقولك أنه الأجازة كل الدراسات اللي اتعملت على الأجازات بتقولك أن الأجازة بتزود الإنتاجية بتاعت الفرد ده مش يعني الكلام قد يبدو منطقي لكن حتى فعليا من خلال كل الدراسات والأبحاث اللي اتعملت بيزود الإنتاجية ده مش كده بس ده حاجة غريبة جدا بيقولك كمان أن التنزه والخروج في وسط الأشجار والجناين والغابات بيزود الميموري أو الزاكرة بتاعت الناس يعني ده من حد بننصح الناس اللي عندهم مشكلة في الزاكرة أنك تنزل وتتمشى بين المتنهزهات وبين بحسن الزاكرة بزود الإنتاجية بقلل الضغوط النفسية بحسن قدرتي على التعامل مع الناس لأنك أنت بتشيل كل الشحنة السلبية الموجودة عندك كل دي فوايد مهمة جدا أنه كمان الناس اللي بكون عندهم خارجين مثلا من في حاجة بنسميها المشكلة دي أنه واحد مثلا فقط حد عزيز عنده واحد حصلت له مشكلة معينة فبنحب جدا أنه نعمل القصة وخصوصا أن الطبيعة كمان بيبقى أحيانا في بعض الأوقات فيها طبعا الكلام ده في الكوفيد صعب شوية أنه أنا مثلا بروح مع حاجة زجنينة الحيوانات مثلا فيها كمان بجانب الخضرة فيها حيوانات يعني في أمريكا زمان بعد الحرب العلامات التانية الناس اللي جات لها حالات نفسية سيئة من الحرب لما كانوا بيشوفوا زميلهم بيموتوا ممكن حتى الداجف في الاختيار في وسلسل الاختيار الناس بيجي لها اكتئاب فكانوا بيعالجوهم في مزرعة للخيول في أمريكا أنهما الناس اللي هما حصل لهم مشاكل كانوا بيحربوا في الحرب العلامات التانية وشوفوا زميلهم بيموتوا فده معناه إيه؟ وجود حيوانات وجود خضرة وجود أشجار وجود غبات حياة حياة بوتن مثلا بوتن الرئيس الروسي أجازاته بيعمل إيه بيروح يتمشى في الغابات وفي المتنزهات هقولك مثال جو بايدن مثلا رئيس الأمريكا أول أجازة ليه بعد ما مسك الحكم كانت إيه راح المنتجة بعته كام ديفيد فاكر كام ديفيد المنتجة اللي هو اتعمل فيه طبعا الاتفاقية بين مصر وإسرائيل لأنه منتجة كبيرة جدا يعني فيه خضرة ومساحات طبعا متأمن كويس فده مهم جدا بنسبة طيب أستاذينك دكتور أفات نطلع لفاصل بعد الفاصل نرجع مرة تانية مشاهدينا نستكمل الحديث وإزاي نشوف ممكن نستغل الأجازة بالشكل الأمثل ونحقق منها الهدف المنشود اللي اتحدث عنه الدكتور أفات يوسف من خلال نجمع الحديثه اللي طبعا تفضل به منذ قليل نطلع لفاصل بعد الفاصل بنعود إليكم مرة تانية عودة ليكم مرة تانية مشاهدينا الكرام ولسه مزال منوارنا الدكتور أفات يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية وبنتكلم على الأيام اللي فيها أجازات أو البريك اللي احنا بناخده دايما من شغلنا أو من يعني الاسترس اللي احنا بنكون فيه فدايما بيكون الأجازة هي الهدف إن احنا ندخل فيها عشان بعد كده نخرج لعالم يكون أكتر رحابة يكون كمان نفسيتنا فيه متحسنة يكون عندنا كمان قدرة على العمل بشكل كبير جدا بعد ما بنريح لمدة ما طبعا يا دكتور أفات وإحنا في الفاصل كده هتكلمتيني على مبدأ اسمه recover to discover عايزين نعرف برضو إيه المبدأ ده هو كلمة recover يعني إزاي تعمل عادة شحن لنفسك و discover اللي هو فكرة الاكتشاف فهو دايما لقوا أن فيه ارتباط وثيق جدا ما بين الأجازات وما بين الاختراعات يعني معظم الناس اللي اخترعت حاجات أو اكتشفت علاج لمشاكل معينة كان أثناء الأجازة يعني هقولك أشهر الناس في العصور القديمة كان نيوتن نيوتن أمه توفت وعنده ثلاث سنين وأبوه جوز واحدة تانية فراح يعيش مع أمه في الريف الإنجليزي وبعدين لما كبر راح يدرس في كيمبرج في جامعة كيمبرج فبعد ما درس أثناء الدراسة حصل الطعون حاجة زي اللي احنا فيها دلوقتي احنا في كوفيد دلوقتي جائحة جائحة ساعتها فالجامعة قفلت وراح يعيش مع جدته تاني في الريف الإنجليزي اكتشف الجاذبية الأرضية فين وهو قاعد تحت شجرة في الهواء الطلق في وسط الخضرة فجات في دماغه القصر ادي مثال مثال تاني بيل جيتس بيل جيتس ممكن نقولنا المعلومة دي أكتر من مرة قبل كده عنده حاجة اسمها اسبوع التفكير أو الثينك ويك مرة في أول السنة ومرة في آخر السنة دون أي وسائل تواصل خالص بيلوح يوقع كده في جزيرة في المحيط الهادي بيعيش بدون أي تكنولوجي أي بقى مشكلة عنده أو أي فكرة عايز يفكر فيها بيفكر فيها في الفكرة دي وهو حتى قال ممكن المشاهدين ممكن يدخلوا يقروا شوية قال لك معظم القرارات المصيرية اللي أنا أخدتها في حياتي كانت وقت الأجازة يعني احنا بعد أجازة العيد هنرجع نلاقي الناس مع اختراعات نتمنى نتمنى هذا يعني ان شاء الله بس احنا يا ريته عشام كمان احنا في أجازة العيد نستغل الأجازة يعني من فترة كده كنت في العين السخنة كده أنا ومجموعة من الأصدقاء فكل واحد معاه ولاده فجينا قولنا طب ما نيجي بالليل كده نجمع الولاد ونعمل حلقة نقاش كده كل واحد منكم عايز ينجح في ايه بيفكر ازاي ايه المجال اللي عايز يمشي فيه فأنت الأجازة كمان مش لازم كل الأجازة تبقى هزار واللعب طب ايه مش كلا ناخد ساعة ولا مص ساعة نفكر نشوف مثلا احنا مو عايزين نعمل ايه في الفترة اللي جاية نشجع الشباب لان الثقافة مهمة جدا ونخلي بالنا من حاجة صغيرة عام السنة دي عشان الجائحة عايزين نقلل فكرة التزور او ان احنا نروح مع بعض في بيوت او يعني ندخل في يعني تلاصق شوية يعني اجراءات احترازية لازم تكون مطلاصق ونعتمد اكتر على فكرة ان احنا نروح في اماكن مفتوحة او في اماكن يكون بشكل او باخر فيها سبيس كبير عشان نقلل مشكلة او احتمالية حدوث لقدر الله عدوى بشكل او تب قولي يا دكتور وفد دلوقتي ممكن تلاقي واحد مطحون طول السنة ما بيصدق تجي له اجازة العيد الصغير او العيد الكبير هي تعتبر اللي فيها مثلا يومين ثلاثة ولا اربعة ايا ان كان بقى نوع الاجازة فبيقول ده انا جعان نوم ما عايز انام عايز ارتاح مش عايز اعمل اي حاجة في بعض الناس بتفكر كده يعني همه الاساسي ان هو يرتاح من روتين يومي او مجهود بدني شاق على مدار السنة حاج بتقول ان احنا ممكن نستغل الاجازة استغلال امثل شكل محترم يعيد طنشيتي انا مرة تانية عايز اعرف ازاي ممكن نستغل الاجازة دي والناس اللي عندها اللي هي الهارد وورك ازاي ممكن يرتاح وفي نفس الوقت يعيد شحن طاقته مرة تانية هو انا عايز بس اقولك حاجة صغيرة مبدأ التراكم في النوم مش موجود يعني سواء علم الطب النفسي او الادارة مفيش حاجة مثلا ان انا اقعد 4-5 ايام منامش واجي يوم انام 24 ساعة مفيش حاجة اسمها كده هذا الكلام خاطئ تماما هو الجسم بيحتاج من 6 ل 8 ساعات للراحة فانت لو جيت نمتلك 24 ساعة ده في حد ذاته ماليوش اي تأثير ايجابي يعني مش كل مفترة النوم تزيد كل مفترة الراحة تزيد لا هو الجسم محتاج من 6 ل 8 ساعات مفيش مشكلة ان هو ينام فترة اطول بس اللازم يبقى فاهم انه الشخص اللي ما بينام فترة طويلة بيقوم عنده حالة من الخمول طبعا دي حية لكن انا محتاج من 6 ل 8 ساعات فكرة نقطة حاجة زكرتها في النص كده عايز برضو اتكلم عليها هو الاجازة لو انا بقالي فترة طويلة ما باخدش اجازات الفترة المنطقية للاجازة اللي ممكن يكون لها تأثير ايجابي علي مفروض تبقى كم معظم الدراسات بتتكلم على من 3 ل 4 ليالي دي الفترة اللي بنعتبرها هو يعني سبحان الله يعني العيد اللي جاي الاجازة بتاعه امصر احنا بنتكلم في نفس الفترة دي انا بنقول من الاربع للحد دي حية لكن انا مش عايز الناس تنام فترة طويلة لكن كسر الروتين مطلوب يعني دايما بيقول لحضرتك اللي بيصيب الانسان بالملل وبالاكتئاب هو تكرار الشيء فانا كل يوم باصحة ساعة 6 الصبح عشان نروح شغلي فلما يجي يومين 3 اربعة اكثر الروتين ده واسحة ساعة 8 او 9 مفيش مشكلة خالص الحاجة التانية احنا كنت دايما بنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي علاقة بالنفس البشرية اللي هو التأمل فانت حاول تربط الاجازة بالتأمل لانك تبقاعد على شط على مكان مفتوح وتفضل تتأمل وتفكر لمدة 10 دقائق ربع ساعة ده في حد ذاته بيعمل نوع من الاسترخاء النفسي فيه غلقة للشاطئ المتنزهات لا ماشي بس انت عندك يعني انت لو خرجت على شارع البحر مثلا الناس الاسكندرانية ما هو لو انت في النيل هنا ما هو اكش النيل كمساحة نحاول نتصرف وفيه مامشى دلوقت معرفش انه تخلص مامشى انه مصري ده طبعا ده فده بحاجة طبعا فكون انك تبص لحاجة ابعد من 6 متر اللون الاخضر في حد ذاته ده دايما بيقول لحاك انه رؤية الورود في حد ذاتها بتحرك عضلات الوش انها تاخد وضع الابتسامة فعندنا ادوات كتيرة جدا لو احنا كمان بنعرف اليوجا طبعا عايزين يا ريت الناس بس اتبطة لل الفكر القديمة عائلة زيزي احمد رمزي عائلة زيزي على اليوجا اليوجا كمان مع الطبيعة ومع الخضرة يعني ممكن انا اعتقد ذكرت الحتة دي قبل كده مرة جاك دورس اللي هو الرئيس التنفيذ لتويتر راح من امار السنة اللي قبل اللي فاتت وقعت فترة معينة في تأمل رجع بيقول لك انا خلاص دماغي بقيت فيها افكار كتير عظيمة هناك حياة ده بسبب الخلوة خلوة او الخلوة زي ما بنقول عليها كده طبيعة خضرة سماء تأمل كل ده في حد يوجا ميديتيشن كل ده بينعكس بشكل ايجابي على الصحة النفسية للناس طيب بص يا دكتور رافض انا عندي دلوقتي ناس ممكن تقول هوا انتوا ليه حاصرين فكرة الاجهزة عند الناس الموظفين طيب ما احنا عايزين نشوف برضو ستات البيوت اللي محتاجة تاخد بريك الطلبة اللي محتاجة تاخد بريك يعني مش بس فئة واحدة اللي انا بتكلم عنها مش مش بختزل الكلام حوالين موظف او حد بيشتغل بشكل يومي لكن عايزة اشوف افراد الاسرة كلهم ازاي ممكن يقضوا الاجهزة بعد الفاصل نطلع للفاصل وبعد الفاصل نشوف ازاي الاسرة كلها ممكن تقضي اجهزة العيد عشان ترجع فريش مرة تانية اعودة من جديد مشاهدين الكرام ولسه طبعا منوارنا الدكتورة عفاة يوسف استدعي من الادارة واستشاري التنمية البشرية وحنتكلم دلوقتي بقى على الاسرة بالكامل مش بس رب الاسرة او الشخص اللي هو الموظف هنتكلم على الاب هنتكلم على الام سواء كانت بتعمل او سيدة منزل وحنتكلم كمان على الاولاد والمراحل العمرية المختلفة ازاي تقضي العيد بشكل مثالي ازاي بقى دكتور ممكن طيب انا نتعشرت لنقطة دي يا شام احنا كل الجزء اللي احنا قلناه في الحلقة النهاردة مش مقصود بي الموظفين بس مقصود بي اي شخص في الاسرة احنا فكرة الاجازة هي كسر للروتين اللي قد يصيب الانسان بالاكتئاب تكرار شيء لفترة طويلة بدون ان احنا نغيره ده شيء طبيعي انه يؤدي في الاخر الى انك انت تصب بالاكتئاب فكل اللي احنا قلناه على فكرة الاجازة بينطبق على الاب على الام على الولاد على العكس الولاد بالنسبة لهم الاجازة حاجة مهمة جدا لسبب صغير لانه انت محتاج تعمل ان بعض المدارس بتبقى مشكلتها الاساسية ان هي بتحط حمل جبير جدا على الطلبة في الانتحانات وخصوصا كمان الثانوية العامة بيبقى عن تحت ضغط نفسي عنيف جدا انا عايز اقولها حاجة صغيرة جدا احنا دايما بننصح الناس في امتحانات صعبة زي الثانوية العامة انك انت قبل الامتحان بيوم والاثنين انزلت ماشها انت مش متخيل ان بعض الناس يقولك ايه انزل ده في حد ذات وباليه تأثير ايجابي جدا احنا لسه يليين دي الوقتي ان المش وخصوصا في الطبيعة بيحسن الذاكرة طب انت في الطالب اللي داخل الامتحان انت اكتر حاجة محتاجها ايه محتاجها الذاكرة الحاجة كان عندي امتحان ثانوية عامة روحت قابليها بيوم ماتش حضرت ماتش تمام ودي حاجة كويس وكسبنا والحمد لله مزاجي بقى حلو رجعت وذكرت طب بس المهم تكون عنديت في الامتحان يا الشام عديت الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها فكرة الاسرة يعني فيه رؤساء كدير جدا في العالم تلاقيه دايما مشهور جدا ان هو اجازته بيقضيها مع ولاده بحلو جدا ان انا ابق مع ولادي فحد زيته دقيق كنا ذكرنا كده هرمون لو تفتكر يا الشام كنا قولنا عليه احد هرمونات السعادة اللي هو الاكسيتوسين الاكسيتوسين هو احد هرمونات السعادة الاربع انا عندنا اربع هرمونات للسعادة الاكسيتوسين والدوبامين والاندورفين والسيروتونين الاكسيتوسين ده احد الهرمونات المسؤولة عن زيادة السعادة عند الانسان بيزيد امتى التلامس الاسري فانا انا لو قاعد مثلا أتفرج على التيفي ومعاي ابني جنبي أو بنتي أو مراتي التلامس الاسري ده مكون ان انا أحضن ابني أو أمسك إيده أو أحضن أو يعود معي ده في حد ذاته بيطلع هرمون الأكستوسي. يمكن أوباما كان من أشهر الناس اللي كان بيتكلم على أنه فكرة قضاء الأجازات مع الأسرة أحد الأسباب الأساسية اللي بتعيد قدرته على التفكير والطاقة بتاعته. بزعل أوه شام لما حد يقول لي إيه أنا بابقى مبسوط مع أولادي لا بقول له لأ أنت عبتني مبسوط مع أولادك ومع أمراضك. يعني نحن بنتكلم على الأسرة كلها. لأن دي حتة مهمة جدا يعني. تبقوا لي يا دكتور دلوقتي أنا مثلا عندي زوجتي وعندي أولادي. هما اتفقوا أن هما يقضوا الأجازة بشكل معين وده قد يكون مش على هواها فأنا حققت لهم رغبتهم لكن أنا في نفس الوقت ما تبسطتش هنا ممكن تعمل إيه؟ هنا بقى فكرة الحلول الوسطية. هنا فكرة الديمقراطية بقى. ليها أنيابها؟ بس خلي بلك لو إحنا كأسرة علاقتنا ببعض كويسة وكل واحد بيحب التاني. فأنا هاجي مثلا أشوف إيه اللي بيعجبك فهعمله لك. أنت على العكس مفروض هتعمل معاي القصة دي. تيجي تقول لي طب معلش لو أنت عايز نعمل حاجة يعني نشوفه حتى في التلفزيون. لا مهمة دلوقتي هيقول لك بابا دلوقتي أجازته في الوقت الفلاني. وكان وعدنا إن هو يعمل لنا اللي احنا عايزينه فدلوقتي أنا عملت لهم اللي هم عايزينه مش اللي أنا عايزه. فأنا ما استفدتش بالأجازة بالشكل اللي أنا كنت بتمنى. بس هم على الوقت يا شام ولو الأسر دي متماسكة مفروض هواياتنا تبقى فيها حاجات مشتركة. مش لازم كلها تبقى نفس الهوايات. لكن لازم فيها حاجات مشتركة. وبعدين ما أنت عندك أنت لدلوقتي مثلا رايح يومين ثلاثة كده في السخنة في أي فندق مثلا أو أي مكان شيء طبيعي منه في عندك أنشطة كتير جدا فأنت بتشارك ولادك في أنشطة معينة وفي نفس الوقت بتشوف الحاجة اللي أنت بتحبها وتعملها تستقطع وقت بشكل أو بآخر. يعني أحيانا بيبقى سهل أنك أنت تستخدم أكتر من حاجة لكن فكرة الأنانية يعني مثلا في التلفزيون. نحن عاديم نتفرج. أنت بتحب الكورة. مثلا أمراتك أو أولادك مش عايزين يتفرجوا على أفلام. ما هو فكرة أننا كل واحد عايزي. لا أنا عايزي حاجات بتاعتي. يبقى كده الأسرة مفككة لكن الأسرة المتماسكة. فأنا ده أنا من نفس بيجي أقولك تب ما تيجي نقلب على كذا عشان عارف أنت بتحب الحاجة الفلانية شوف هيبقى واقعها إزاي على الطرف الثاني. مش حد بيعمل كده دكتور يعني أحنا عايزين الناس تعمل كده عشان مش عايزين يشجع الناس. على العكس يعني لأنه طبعا لما يكون في نوع من التواصل الأسري والعلاقات الجيدة وسط الأسرة. زي ما أنا بحب أن أنا أبقى مبسوط بحب أدور على إيه اللي يبسطك بشكل أو بآخر. فدي حتة مهمة جدا. لكن فكرة أن كل واحد عايز يعمل الحاجة. يعني لو الأطفال الصغيرين بيعملوا كده. لسه ما عندهمش الإدراك الكامل. وبرضو مع الوقت أنت لازم تعلمهم أنه طيب زي ما إحنا بسطناكم في الحاجة اللي أنتوا بتحبوها. إحنا محتاجين أنتوا تبقوا معنا في الحتة الفلانية. فده بشكل أو بآخر بنوصل لحل وسط في النص. طب إيه الغلطة بقى اللي احنا بنغلطها لما بديجي نقضي أجازتنا. لا أخطاء كتير يا شام. زي. يعني أخطاء أن أنا مثلا أقضي الأجازة كلها قدام التلفزيون. ما ده بيحصل كتير. التلفزيون بشكل أو بآخر أو الإنترنت هو طريقة سلبية للتعامل. لأنه التواصل هنا من اتجاه واحد. أنا بستقبل. وخطر جدا أنك تخلي ابنك أو بنتك يقعد فترات طويلة قدام الكمبيوتر أو تابلت أو واتفر. وعشان كده احنا حتى دايما بنقول للأب والأم. هم ماكسمم ساعتين في اليوم. طب في وقت الأجازة. أنا عندي 3-4 أيام جايين أجازة. ماشي. ما أنا لو قدرت أوجد بديل جيد للطفل. خلاص حتحلت المشكلة. أنا دلوقتي اللي ما أخذ الطفل ونروح في أي مكان. في خروج في ماشي فيه. مثلا أماكن معينة. مثلا بتعرض فقرات معينة. مثلا لحيوانات اللي مش عارف إيه. طبعا في وجود التباعد عشان الكوفيد. بشكل أو بآخر ده هيخلي الطفل يرجع مرهق جدا البيت. لا هيقدر يفكر في تلفزيون ولا في تابلت ولا في أي حاجة. يبقى عمل أنشطة. تعامل مع ناس. ابتدى يتواصل بشكل إيجابي. رجع بعد كده بيريح. لكن تحبسه في البيت. وبعدين بتقول له ما تعودش. ومش اللي هو من خلال شاشة. سواء كانت بقى موبايل أو كانت تلفزيون أو الكلام ده كله. محتاج أن أنا تواصل بشكل شخص. حقيقي. وخصوصا لو ابنك عنده مثلا المشكلة أنه خجول. طب خجول وسايبه قدام حاجة هي اللي بتكلمه هو بستقبل. يبقى فكرة الخجل عنده هتزيد. المهارات الاجتماعية عنده هتضعف مع الوقت. فييجي الولد بعد كده لما ييجي يتواصل مع صحابه أو مع زميله. مش قادر يتواصل. ليه؟ لأن هو ما عندوش مهارات اجتماعية. وخلي بالك. المهارات الاجتماعية عشان بنعتبر إذا العضلة. كل ما بارسها كتير. كل ما العضلة دي تبقى قوية. كل ما انت خلاص توقفها ما قاعد بتفرج. فدي أحد الأخطاء. الخطأ التاني أنه أنك ما بتغيرش الشخصيات. يعني حاجة مهمة جدا أنه كسر الروتين في كل حاجة. في البناء دمين. مش معناها أن أنا هسيب ولادي ومرأة بس يعناها. هشوف ناس جديدة. هشوف ناس مختلفة. مش دائما منكلم على أهمية السفر. هو السفر فكرته في إيه؟ أنك بتلتقي بناس مختلفة. فإحنا عايزين نبعد خالص عن الروتين الطبيعي. نشوف ناس جديدة. نشوف أشخاص مختلفة. نشوف أماكن مختلفة. نكسر الروتين بتاعنا. نتعرض لللون الأخضر. للطبيعة. للورود. كل ده إن شاء الله هنعكس إنعكاس إيجابي جدا علىنا. بإذن الله يا رب طبعا نعمل كلنا بنصايحك الغالية دي يا دكتور أفط. كل سنحك طيب. وأشكرك شكرا جزيلا. نورتنا وشارفتنا. وحضرتك بألف خير. يا رب اللهم أمين. أشكركم مشاهدينا الكرام. وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبألف خير. خلصت حلقتنا النهاردة. ليكم مننا كل التحقيق.